وانتقلت عدن من السيطرة الإماراتية إلى السعودية وهنا يتبادر السؤال الأهم الذي يقض مضاجع اليمنيين ما الذي بقي للشرعية من أمر اليمن؟ لا شك أن الحديث عن السيادة لم يعذ معناً بالنسبة للنخبة اليمنية شرعية وأحزاباً وتنظيمات سياسية فهؤلاء جميعاً فقدوا العهدة على البلاد وعهدوا بها للخارج كان العهد والاتفاق مع تحالف السعودية والإمارات إعانة الشرعية في محاربة الانقلاب لكنه نقض مع مرور سنوات الحرب وأصبح اليمن هدفاً ومطمعاً لذلك التحالف أما الشرعية فقد أسلمت أمرها وأمر البلاد وارتضت أن تكون القفاز الذي يخفي آثار الجريمة والمرجعية التي تحل تمزيق البلاد واستباحتها وبينما الشرعية عاجزة خانعة في الرياض تتبادل السعودية والإمارات السيطرة على البلاد تتقدم الإمارات وتتوارى السعودية وفي حين آخر تقلب الأدوار ويسمى ذلك بإعادة تموضع كما عبر بيان التحالف الجديد لكن هناك من يسمي لعبة تبادل الأدوار هذه بالصراع الصامت معتمداً في رؤيته هذه على الأطماع المنفصلة لكل من الدولتين في اليمن والغريب في هذا السياق من يرى في ترجيح كفة السعودية مصلحة لليمن وكأن السعودية لم تكن القائد الأبرز لمسيرة اليمن نحو الكارثة وتشضي ترجمة نانسي قنقر